موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصطدي في اليوم النائب الأول السابق لرئيس حزب الكتائب اللبنانية الأستاذ رشاد سلامي أهلا وسهلا بك أستاذ رشاد في استوديو الميادين نعود إلى معلولة التي اليوم تعود وتتصدر إلى جانب قضية الكونغرس الأمريكي الصحف العربية الصادرة اليوم أود أن أسألك وأبدأ معك سؤال عسري عن معلولة التي تشهد حالة كر وفر بين المسلحين من جهة وبين الجيش العربي السوري من جهة أهمية هذه المنطقة سياسيا حاليا إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع وليس فقط تاريخيا الذي باته معروف جدا طبعا نحن نحكي عن معلولة اليوم بوضعنا السياسي سياسيا مسيحيا يعني ما فينا ننسى أهمية معلولة كبلد تراثي حافلة بكنائس أديرة وأيقونات وكذا ما فينا ننسى هالشي هذا المعنى استراتيجي للكلام أنا ما بقدر حدد أدي في سياق المعارك الجارية في سوريا معلولة إلى مكان استراتيجي ربما يكون هذا الأمر صحيح خصوصا أنه هلأ عبين حكي عن أهمية التلال المحيطة بمعلولة وعلى أي مساحات بتشرف يمكن بهالنطاق هذا بيصير فيه إلى معنى بالستراتيجي بالمعنى العسكري ولكن طبعا هي قصة مده جزر وكلامه كلامه نائد أنا بقف عن شغلي وحدي بس أنه الأمر الثابت أنه معلولة دخلها بالأول جماعة من المسلحين يلي منعتبرون إرهابيين ويلي منعتبرون أيضا تكفيريين هلأ بيقولوا البدافع عنهم أنه دخلوا لمدة نص ساعة ما بهم لمدة نص ساعة أو لساعات وتركوه وسماعات وهذا موضوع لوحده ولكن هالضيعة معلولة هالبلد بما تمثل لا يبدو يدخل علي المسلحين والجماعات الإرهابية من هون بيبلش السؤال أنا أقول هذا الكلام خصوصا أنه سمعت مبارح الناشط المعارض السوري مشيل كيلو يلي لحظت أنه عم بيقول أنه النظام الضعيف كان يدافع عن جبهة النصرة هو نصح النظام ضعيف لكن هو نصح أجي تصحته مؤخرا أنه هو اللي قال أنه ما قدر ينكر أنه هالجماعات هذه التكفيرية المسلحة الإرهابية دخلت لمدة نص ساعة لمدة نص ساعة أو لساعات الأمر سيان ولكن هو قال أيضا شيء آخر أنه دافع عن جبهة النصرة أنه هناك وزع فيديو فيه أحد الأشخاص التابعين لجبهة النصرة أو لجماعات مسلحة أخرى يقول أنه لا نريد أن نتعرض للمسيحيين لا نريد أن نتعرض للمسيحيين لا أخذ دياء المعلولة مش الدليل الأول على الشيء اللي عم تتعرض له جماعات بسبب انتماء الديني أو انتماء السياسي في سوريا بعدة مناطق بسوريا صار فيه اعتداء على كل شيء اسمه أقليات ولكن بصورة خاصة طالما عم نحكي عن المعلولة اسمحي ليقول المسيحيين بصورة خاصة لا طبعا نحن نتحدث عن مسيحية هذه المنطقة لنصل نتحدث عن المسيحيين في هذه المنطقة المعلولة هي نموذج الحديث لهذا الاعتداءات الصارخة بسبب ما بيقوله إذن سوريا كلها عم تتعرض المذابح اللي عم بتصير عمليات الإجرامية اللي عم تمارس من قبل هذه الجماعات التكفيرية يلي اجت من كل حدب وصوب اجت على سوريا مشان شو يلي جايين من الشيشان ويلي جايين من أفغانستان ومن ما بعرف من كل العالم جايين شو لحتى يكونوا لينتصروا للحرية والديمقراطية والدولة المدنية لا هؤلاء جايين ليمارسوا معتقدهم الخاص لسبب تسمحيلي بس مرق شغلة انه هلا عم بينحكي انه عن حل سياسي ممكن او مش ممكن كانوا عم بينحكي عن طرفين يعني الدولة السورية من جهة وما يسمى بالجيش الحر والمعارضين يلي نحترم اراءهم اذا كانوا بدهم مجلس الوطني ولكن في طرف تالت على الارض هو هذا الطرف يعني الجماعات الارهابية اللي اصبحوا بعشرات الالوف يلي هاو دي صحيح هلا عم بيحاربوا ضد الدولة ضد الجيش العربي السوري ولكن هاو دي مش معناته انه بكرة رح بيكونوا منسجمين والشيء بلسنا نشوف بعض الارضات لا هذا طبعا سوف نتحدث عنه لاحقا ولكن دعني فقط القي الضوء يعني في صحيفة السفير يعني كتبا عن تحت عنوان تداعيات معلولة يعني استهجن جعجع محاولة التيار الوطني الحر توظيف ما يحدث في معلولة لصالح منطقه السياسي مشيرا الى انه من المعيب ان يكون التيار متحالفا مع نظام لا يتورى عن استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعبين كيف تعلق على هذا الموضوع يعني حتى معلولة كان لها تداعيات داخلية على الساحة المسيحية في لبنان الى تداعيات ابعد من الساحة المسيحية في لبنان الى تداعيات عالمية لكرة تفعل اول يعني هذا ما يحصل يعني كتراشق سياسي كلام السيد سامير جعجع هو بحد ذاته يعني كلام يمكن ينسجم مع ميله السياسي ولكن بظهر انه ما عم بيشوف شو عم بيصير على الارض مظبوط انه يعتبر انه الشي اللي انه كأنه ما حصل شي بمعلولة مش ان هيك مستعمل بالتصريح اللي عم تقولي عنه انه هذا مجرد حكي وهي دعاية منظمة هذا كلام ما بينقال في عمل عسكري صار بمعلولة اي او لا في اعتداء على المقامات المقدسة بمعلولة اي او لا في دخول للجماعات الارهابية عمعلولة اي او لا في تمركز بهالبلد اي او لا هيك بيصير الحكي مش انه بيكفي اقول السيد سامير جعجع انه هذا مجرد حكي ودعاية لا بعدين بده يحترم شوي بصفته مسيحي يعني انه شو موقف الفاتيكا شو موقف البابا بالنسبة لهذا الموضوع ما بيقدر ما بيقدر ما بيقدر يزغر القصة لخلافه للخلاف اللي بينه خلاف السياسي اللي بينه وبين الطيار الوطني الحر مش هالقد صغيري لا القصة اكبر من هيك بكتير هي على مدى العالم كله سوى هذا نموذج معلولي هو النموذج الاكثر حداتة للدلالة على انه في مجازر عم ترتكب وانه في ارهاب وفي اضطهار ربما هذه الاهمية وضحت في يوم الصلاة الذي دعا اليه بابا روما لذلك اود ان اسألك عن الموضوع يعني ايضا ماذا اثرت كثيرا في المسيحيين معلولة وفي المسلمين وفي العرب وفي كل من يهتم بهذا الارث العالمي العريق ولكن ايضا ماذا يؤثر او كيف تؤثر دعوة البابا في هذا المجال يعني كيف تقرأ من الخارج للداخل وليس من الداخل لاحظنا بالاول اهمية التجاوب وحجم التجاوب العريض الواسع جدا يلي كان نتيشة لموقف البابا فرانسيس هلا الامر الاهم وهذا اليوم بالتداول اليوم بالتداول الاعلامي اليوم انه حتى بالولايات المتحدة الامريكية مطرح ما قرأت اجراس اكتر من 20 الف كنيسة انه الرأي العام السياسي في امريكا رأي الجمهور يلي مش كله كاتوليكي معروف الكاتوليك انه اقلية بالولايات المتحدة الامريكية ولكن تأثير كلام البابا ما بس عن الكاتوليكي الكاتوليك في العالم عن كل شعوب العالم وما بعرف اداش تهيب بعض الدول كلام البابا بالوقت من اللقاءة انحكى عن ذاته روسي وصيني في مجلس الامن امبارح احد المعلقين الرصينين والموزنين بيقول في ذاته بنفس الاهمية هو الفاتو اللي وضعوا بابا الفاتيكا ضد هذه العدوان اللي يحب العيحد قادر ان يؤثر في قرار توجيه عدوان او تنفيذ عدوان على سوريا ممكن يؤثر هل له من تأثير يعني طبعا معنويا نتحدث شو شغل بدنا من انتباه لها عادة بيقولوا اذا كان واحد عم بيظهر مع انسان سيء المعشر منسميه هاي دي معشر سوء ولكن اذا اخساروا اكتر من اتنين بتصفي عيصابة اشرار نحن نحن الان في العالم انه اخدين على الرئيس اوباما كلمة قاله ويمكن مزان بدقة شو مفاعلة بالمستقبل وقد ممكن يتشكل عملية طورية لاله من سنة وقت اللي قال الكيماوي هو خط احمر لحقو على هالكلمة هاي دي كان على المعارضة المسلحة انه تعمل شيء اسمه استعمال سلاح كيماوي حتى يطالبوا الرئيس اوباما بانه نفذ وعدك اصبح هون مربك الرئيس هلأ طبعا تعتبر انه هيدا مخرج احد المخارج ممكن المخرج شو انه ما تصير الادوان راحوا بعيد كتير بالتحضير للادوان سوف نتبع في عنوين الصحف سوف نتبع هذا الحديث هذا نقاش ولكن بعد ان نستمع الى عنوين الصحف العربية الصدر اليوم موسكو تؤكد ان العدوان لتغيير النظام وواشنطن قد تعود الى مجلس الامن وكيري يحصل على غطاء عربي عدة دول عربية تؤيد ضرب النظام السوري اهل سعود والثاني يشترون اصوات اعضاء في الكونغرس الذي يناقش اليوم التدخل العسكري في سوريا وادارة اوباما تكثف حملتها واشنطن تستعد لردود الفعل الانتقامية ضد الاصدقاء والبينتاجون يحضر لضربات اقوى تواثق عراقي ايراني حول رفض الضرب المحتمل ضد سوريا ومصر تصادر اسلحة ثقيلة في سيناء وجماعة جهدية تتبنى محاولة اغتيال وزير الداخلية العنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع شكرا لك ضياء اهلا بكم مشاهدينا نبدأ جولتنا على بعض عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم مع صحيفة الشرق الاوسط السعودية التي جاء فيها كاري اتفقت والوزراء العرب على ان الاسد تجاوز خطا احمر دوليا الاسد يستبق اوباما بمخاطبة الامريكيين والكونغرس يبدأ مشاوراته مصريا عنوانة الشرق الاوسط مصر تصادر اسلحة ثقيلة لمتشددين من سيناء اما في الشأن العراقي فنقرأ ضريف للمالكي لن نمس سيادة العراق باستهداف مصالح امريكا واخيرا في هذه الصحيفة نقرأ ليبيا اخوان ليبيا من الشرق الاوسط السعودية ننتقل الان الى الوطن السورية وفي عنوينها اوباما يطلق اليوم حملته الاعلامية لتبرير عدوانه السعود والثاني يشترون اصوات اعضاء الكونغرس والشارع الامريكي رافض بغالبيته نتابع مع الوطن السورية ونقرأ الجيش يفرض سيطرته على دير سلمان بالغوطة ويواصل عملياته في معلولة واخيرا في الوطن موسكو تأكد ان العدوان لتغيير النظام وواشنطن قد تعود الى مجلس الامن من الوطن السورية ننتقل الى القدس العربي التي جاء فيها كيري يحصل على غطاء عربي عدة دول تؤيد ضرب النظام السوري الجيش التركي ينشر صواريخ ارض جو جديدة ويبني قاعدة قبالة مدينة اللاذقية وفي القدس العربي ايضا جماعة مقرها سيناء تتبنى الهجوم على وزير الداخلية والجيش يعلن تدمير مئة وثمانية عشرة تبؤر إرهابية قرب رفح وأخيرا في القدس العربي المنحة الخليجية تثير جدلا عاصفا في الأردن رفع أحذية ومشاجرات تحت قبة البرلمان واتهامات لحكومة سور بالتفرط بمصلحة النظام دائما مع صحف العربية وننتقل الى الرأي الأردنية التي جاء في عنوينها الملك يزور بكين ونيويورك الأسبوع المقبل وفي هذه الصحيفة الأردنية نتابع ثمانمائة وواحد وخمسون مليون دولار كلفة استضافة اللاجئين السوريين وأخيرا في هذه الصحيفة الأردنية واشنطن تكثف تحضيراتها لضرب سوريا ننتقل أخيرا المشاهدين الى صحيفة أخبار اليوم هذه الصحيفة الجزائرية جاء فيها هل دقت ساعة ضرب سوريا أنباء عن ضربات تستمر ثلاثة أيام أما العنون الأخير لهذه الجولة فهو ثمانية آلاف معتقل في مصر والمظاهرات مستمرة إلى هنا نصل إلى ختام هذه الفقرة شكرا لطيب المتابعة أما الآن فأعود إليك ضياء شكرا لزميلة مايا رزق على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم أعود إليك أستاذ رشاد سليمي يعني دوانت بعض العنوين حضرتك عن أي عنوين تود أن تتحدث؟ دوانت عنوين رئيسي هو الغطاء العربي الذي ناله كاري نعم أنه صارت هلأ الولايات المتحدة الأمريكية تتكل على قرار أخذته جامعة الدول العربية وقتنا وقيته طبعا موالد لشن العدوان على سوريا وبعض التناقضات التي حصلت على لسان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي يقول مبارح شغلتين يقول بالأول أنه ضرب سوريا سوف يشعل المنطقة بأسرها طيب هذا ما انتبهت له وقت كنت مجتمع بالجامعة العربية أنه هذا احتمال وارد الأمر الثاني اليوم كمان عن لسان نبيل العربي أنه أي عمل عسكري يعني عدوان حرب على سوريا يجب أن تقترن بقرار لمجلس الأمن هؤلاء الأمرين ما انتبهت وقت ركنت أنت وزراء الخارجية العرب والاجتماعيين وعم بتحضروا أو عمالي بتحاولوا أن تدعموا هذه النية الشريرة الموجودة عند هؤلاء الأشرار ما انتبهت ترون هلأ أنه صار المنطقة من زمان عم بينحكى شوفي أخذي اليوم عم بيتحكى عن ضربة عسكرية والأمريكان عم بيقولوا ضربة محدودة ومحددين لشهرين لحد ثلاثة شهر كحد أقصى والضربة موجعة وفي حديث حول طبيعة هذه الضربة أنا بدي أليك شغلي الأمر كان بيملكوا شغلي وحدي فقط هي إذا كان أقدموا على هذا الأدوان الطلقة الأولى فقط الصاروخ الأول بيقدروا يتحكبوا فيه أما كل ما يلي ذلك كل ما يتبع ذلك هو خارج السيطرة يصبح خارج السيطرة ولا في المكان ولا في الزمان في المكان بقصة جغرافيا التي تستهدف بالعدوان أو الجوار العربي والجوار الإقليمي التي ممكن أن يصبح برضاء أو غسم عنه معنى بما يحدث في سوريا ولا فيك تحددي أيضا في الزمان أن هذه الشغلة نستطيع أن نعملها بيوم أو بأسبوع ولكن حضرتك اتفجأت بتأمين الغطاء العربي هذا ليس أول غطاء يتم تأمينه إلى أي عدوان في العراق هناك غطاء عربي على ليبيا غطاء عربي واسع وبمباركة عمر موسى كان قبل النبيل العربي بكل أسف طبعا فلسطين دائما هناك غطاء عربي غطوا كل موبقات الأمريكان وحلفاء وكل الشرور التي ارتكبت بحق العرب العربي أفغانستان خليها على جنب بس خلالي نحك ذكرت ليبيا العراق ما لازم يروح من ذاكرتنا العربي كانوا متواطئين في الهجوم على العراق بالألفين أكثر من غطاء تواطئ يمكن تصح الكلمة صح متواطئين بطبيعة الحال وهلأ بلعبوا نفس الدور لكن أنا حكيت عن الغطاء العربي بوجهين أنه من جهة كاري عم بيقول صار أنه غطاء عربي من جهة تانية يبدو أنه هذا الغطاء يتمزق أنا أريد هذه الكلمتين اللي قاله النبي العربي حتى أقول أنه اليوم بالغطاء العربي صار فيه عندك إذا بدك مرجعتين وحدة منها منعرفها اسمه جامعة الدول العربية اللي أحيانا صار إلينا حق نقول جامعة الدول العبرجية من جهة بس فيه أيضا مجلس التعاون الخليشي يلي عم بياخد قرارات سياسية أحد أمرين يا فيه جامعة الدول العربية ولبنان عضو فيها وسوريا أنه عضو مؤسسين فيها يما فيه مجلس التعاون الخليشي يلي معروف أديش هو منخرط بما يجري الأعداد ولي ضرب سوريا نذهب إلى الحدث اليوم ونتوسع أكتر في الموضوع السوري والموضوع اللبناني أيضا العدوان لن يقتصر على سوريا وفي لبنان سيناريو أمني فما الهدف منه اليوم يبدأ الكونغرس مناقشة طلب أوباما الموافقة على توجيه ضربة عسكرية لسوريا ولكن ملامح التسوية تسابق خيار الحرب وأوباما قد يعاني الهزيمة في تصويت الكونغرس إلى حدث اليوم أعطى فاصيل الأخبار قلق أمني من الفوضى على وقع العدوان الأمريكي أكدت أوساط جهادية أن الضربة الأمريكية لن تقتصر على أهداف تابعة للنظام السوري فحسب بل ستتعداها لتشمل أهدافا استراتيجية تسيطر عليها المجموعات الجهادية أيضا المعلومات الأمنية كشفت عن وجود مخطط للهجوم على المعابر الحدودية في منطقتين العبودية والعريضة في لبنان وعلى عدد من حواجز الجيش لافتة إلى أن تحركات المجموعات الجهادية الأمنية لن تقتصر على هذين المحورين فحسب في محاولة لرسم مشهد ميداني جديد وبحسب المعلومات المتوافرة فإن ذلك يحصل إذا تمكن مسلح المعارضة السورية والمسلحون اللبنانيون الذين يدورون في فلكهم من عرقلة تحرك مجموعات حزب الله في لبنان عبر زرع عبوات ناسفة تستهدف مواكبه أو إشغاله بتوترات أمنية داخلية وأوضحت مصادر شمالية عن وجود مخطط لهجوم استباقي على المجموعات الموالية للمظام السوري في طرابلس لإطاحتها السفير ملامح تسوية تسابق خيار الحرب قال مصدر دبلوماسي غربي إن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون قدمت في سانت بوترسبورغ يوم الجمعة الماضي لوزير الخارجية الروسي سرغيي لفروف اقتراحاً يقضي باستدعاء أطراف جناف بأقرب وقت ممكن وقال المصدر إنه جرى استدعاء الوسيط الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي من جناف لحضور الاجتماعات إلى جانب أشتون والأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون المصدر وصف الأجواء بأنها كانت إيجابية بشأن اقتراحات دارت حول عملية انتقالية تبدأ على الفور على أن يتنحى الأسد في غضون ثلاثة أشهر وقال المصدر إن رئيس الروسي بلاديمير بوتين رفض العرض وقال إن السوريين وحدهم هم من يحدد الموقف لوس أنجلس تايمس أوباما قد يعاني الهزيمة في تصويت الكونغرس أمام أوباما تهديد المزدوج الجمهوريين الذين لن يدعموه بالرغم من إلحاح قياداتهم والديمقراطيون الذين يعارضون العمل العسكري إلا في الدفاع عن الوطن اعتاد البيت الأبيض على خسارة المعارك التشريعية بسبب معارضة الجمهوريين لكن الانشقاقات في صفوف الديمقراطيين قد تمثل توبيخا ثنائيا لرغبات الرئيس في السياسة الخارجية لذا يعتزم أوباما تكثيف جهوده الشخصية مسؤولون في الإدارة الأمريكية قالوا إنهم تحدثوا إلى 85 سيناتر و 165 عضوا في مجلس النواب خلال الأسبوعين الأخيرين لكن المحادثات كان لها تأثير محدود الفشل في الحصول على التأييد قد يسيء إلى خطة أوباما ليس فقط خارجيا إنما حتى داخليا ملفات الموازنة وإصلاحات قوانين الهجرة لا تزال معلقة في الكونغرس أستاذ رشاد سالمي أبدأ معك من لوس أنجلس تايمز الذي ورد فيها الفشل في الحصول على تأييد الضربة ضد سوريا قد يسيء إلى أوباما وليس فقط في الشؤون الخارجية برأيك هل ممكن احتمال الفشل في الكونغرس كبير إلى هذا الحد لفشل أوباما في التصويت لا يشك أن أوباما وقت اللي حول الموضوع إلى الكونغرس يمكن كان هو بيعرف مش يمكن بالتأكيد بيعرف كيف هي طبيعة توزع الأصوات سواء في بجل الشيوخ أو في البرلمان يعني نحكي عن الكونغرس أوباما منه غايب عن الميول هؤلاء يلي بكرة بدون يقوموا بعملية التصويت ربما يكون فيه بهالقصة شغلة هيك بتشبه مثل واحد عم وعد إنه هو بده يهجم بس عندما يترجل آخرين إنه لا أهدونا ما تخلونا نهجم تقريباً هالصورة هذه قريبة قريبة للواقع أوباما ضمناً ويمكن صراحةً بيعرف أنه راح بعيد ولها سبب بده يعمل هلأ اليوم ما بعرف كم عدد مؤابلات تليفزيونية ستة باعتقد وبعدين مؤابلة بتوجه فيها من البيت الأبيض لمجموع الشعب الأمريكي لحتى يقنعون بصوابية الرأي بأنه الرأي اللي بعبروا عنها عادة أنه هذا الشي مش لازم يفرس من العقاب وأنه الكيماما قبل ما ينتظروا نتيجة فيه نتيجة نطرينا استعمل كيماما أو لا بس هذه مشكلة قصة مين استعمل كيماما هذا الجواب هذا الجواب الأهم التصويت بالكونغرس بلشنا نسمع أصوات أنه حتى لو لا الكونغرس قال أنه رفض الموافقة على المشروع أوباما وحلفائه أنه في عودة هيك عم بيقول الرئيس الفرنسي مثل ما ذكرنا أو يمكن ذكر أنه العودة إلى مجلس الأمن بالضبط ما معروفش نتيجة تصويت الفيتو طبعا منتظار الفيتو الروسي الصيني اللي بدي أقوله سدياء أنه في تناقضات بالموقف الأمريكي ما عم نقدر نفهمها أو هي مش مفهومة بالأساس يعني وقت اللي بتقول الخارجية الأمريكية هدا مبارح أنه بسموها الضربة العدوان على سوريا لا يرمي إلى إسقاط نظام الرئيس الأسد واحد وقت اللي بيقول أنه ما في مصلحة أمريكية أنه بسبب استعمال الكيماوي صار الأمن القومي الأمريكي مهدد وبالتالي على أمريكا أنها تقوم بدورة الأمر الثالث يلي هو عن مسؤول أمريكي نيويورك تايم زنباريح بيقول أن الضربة لن تغير موازين القوة على الأرض طيب خليها نجمعها كله مع بعض لماذا بضربة هذا؟ ما رح تسقط نظام الأسد ما فيه تهديد للأمن القومي الأمريكي وأنه موازين القوة على الأرض ما رح تتغير لماذا تضربة؟ بيصير بالسؤال شو النفع إذن من هذه الضربة؟ هذه الأسئلة هذه التصريحات صدرت أنا بدي حاسب أصحابها وأدعيهم أنه شو الخلاصة اللي بتطلع معكم إذا هذا الكلام حكتوه هن يحكيوه شو بدي أستنتج منه؟ الخلاصة أنه ما عندكم مبرر هذا عدا عن قصة القانون الدولي لديك موضوع آخر ولكن عم بيخذ ذكرت ثلاث تصريحات صادرة مبارع عن مرجعيات أمريكية صار السؤال فإذن شو المنفعة من الضربة؟ لأي هدف عم تعملوا هالضربة هذه؟ نحن عم نقول الضربة بس هي بدنا نرجع عن صحيح عدد مصطلحات اللفظية هو عدوان هو حرب عدواني بكل معنى الكلمة عدوان موصوف على سوريا بالنسبة لملامح التسوية تسابق الخيار هذا استكمالاً لما حضرتك قلته في صحيفة السفير ملامح تسوية تسابق خيار الحرب هل فعلاً بدأنا نرى ملامح تسوية اعتبعاً لما تقوله حضرتك والأسئلة والمعلومات التي طرحتها وعط قلت أنه لماذا الضربة؟ إذن هذه مقدمة لتسوية ما قبل الحرب أو تسابق الحرب من جملة الزرائع اللي اسمعناها لشن هذا العدوان أنه هذا بيسهل عقد مؤتمر جنافة اثنين لا وأنه فيه رسائل قوية لازم تتوجه وما بعد شو رسائل قوية طبعاً ما بتجي بالحق نقيل أنسوا أنه إذا كان فيه حل سياسي وانتوا عم بتقولوا متوافقين كن سوا حتى يلي هن يوم عم بيعدوا عدة الحرب أنه بالنتيجة فيه حل سياسي ليش ما بتجربوا الحل السياسي بالأول؟ علماً بأنه سوريا كدولة دولة العربية السورية أعلنت من الأساس موافقتها على عقد مؤتمر جنافة اثنين كان الجانب الآخر هو اللي عم بيحط شروط وشروط تعجيزية أنه بيتنحر رئيس الأسد ساعتها من روح إذا تنحر رئيس الأسد ما عد فيه لزوم لجنافة اثنين بدي أقول شغلة هون كمان هذه بيرسم ما يحكى عنه يعني الكلام الدائر حول الحل السياسي الحل السياسي أنه بعدين بيطلع بنتيجته شو؟ بدأنا نعرف هذا لين بيوصل إذا فعلاً مجدي آلة الحرب ما بتعزز الحل السياسي وقلنا الإشار اللي لازم تنقل لازم ننتبه أنه فيه أمر آخر وهو أنه إذا وصلوا لحل السياسي هو في شرط إذا وصلوا لحل السياسي أنا أقول إذا وطلب بالأول وهذا الأمر الطبيعي وقف إطلاق النار فيه جهة أكيد بتقدر تلتزم هي الجهة اللي بمثلة الرئيس الأسد والجيش العربي السوري والمؤسسات التابعة للدولة السورية هذه إذا قالت آه تقدر توعف إطلاق النار فيه جهة تانية يمكن تقدر توعف إطلاق النار هو ما يسمى بالجيش الحر السوري الحر يمكن عم أقول ولكن في جهة الثالثة ما بتسمع لا لهودي ولا لهودي وجود الرئيس الأسد على رأس النظام وهذه قصة نغمة أنه تنحيته وأنه عطاءه مهلة ثلاثة شهور الشيء اللي رفضوا بوتيني أساساً هذا مرفوض من زمان قبل جناب الثنين هذه الشروط أحد الشروط المرفوضة لا أساساً حديث آخر يمكن الحديث الآخر جدي أكتر أنه البحث مع الرئيس الأسد إذا كان بيقدر ما يترشح في 2014 كمان هذا أحد الشروط التي كان تم تدوّس يعني الحل السياسي الشغل بيكون مش ضروري آلة الحرب مش ضروري لأنه أنتوا عم بتقولوا ما رح تأثر على موازين القوى وما رح تطيح بالنظام الرئيس الأسد ولا بشخص الرئيس بالتأكيد على كل حال ليس بالضرورة أن تكون صادقة أمريكا في هذا المواضيع سوف نتابع هذا الحديث ولكن دعني أذهب إلى فاصل إعلاني ثم نعود أعزائي المشاهدين فاصل ثم نعود فابقوا معنا أهلاً وسهلاً بكم مجدداً في آخر طبعة من قناة الميادين وأرحب بك أيضاً مجدداً أستاذ رشاد سلامي شكراً شكراً في ستوديو الميادين ونذهب إلى الصحف الإقليمية وقد اخترنا لكم اليوم الصحف اللبنانية السلام عليكم العدوان المحتمل على سوريا استحوذ على اهتمام عنوين الصحف اللبنانية والبداية مع صحيفة النهار أوباما يواجه معركة إقناع صعبة للكونغرس الأسد نفى مسؤوليته ولوحى بانتقام الحلفاء عمرو موسى رئيساً للجنة تعديل الدستور وجهاديون وراء الهجوم على وزير الداخلية أولاند ينصح لبنان بعدم الانزلاق إلى أوضاع ضد مصلحته أما صحيفة المستقبل فنقرأ فيها واشنطن تخطط لهجمات تستمر ثلاثة أيام ومناقشات الكونغرس اليوم الرعي يطالب بستراتيجية دفاعية ويرفض الأمن الذاتي مصر الإخوان يتراجعون خطوة إلى الخلف وننتقل إلى صحيفة السفير حيث عنونت ملامح تسوية تصابق خيار الحرب ضبط المخزون الكيميائي السوري بضمنات روسية أمريكية وتحريك جنف هكذا أجهد بندر حكومة الأربعة والعشرين سجال قواتي عوني حول معلولة مصر تمضي على طريقها الدستوري جماعة جهادية تتبنى محاولة اغتيال وزير الداخلية أما صحيفة الأخبار فنقرأ فيها السنيورة يتراجع عن الحكومة السياسية إسرائيل في الكونغرس إلى الحرب وإلى صحيفة الأنوار حيث عنونت أولوند لسليمان ندعم لبنان في كل المجالات الجيش يفض اشتباكا في برج البراجنة ويعلن عن تفجير سيارة في طرابلس أوباما يخاطب الأمريكيين ينبغي توجيه ضربة عسكرية محدودة في سوريا وزراء عرب يجتمعون مع كيري في باريس ويؤيدون الموقف الدولي الجيش المصري يشن هجوما على المسلحين في سيناء والختام مع صحيفة الجمهورية سوريا أمام أسبوع حاسم كما تسألت صحيفة الجمهورية هل تنجح محاولة وليد المعلم وزير الخارجية السوري طبعا الحد من تأثير الضربة الأمريكية النازحون في لبنان مجموعات تتضفق إلى المأساة واشنطن هكذا نخطط للضربة وما بعدها بهذا العنوان ننهي جولتنا السريع على أبرز مجاة في علوين الصحف اللبنانية عودة إلى زميلة ضياء ومتابعة آخر طبعة شكرا لزميلة زهراء الديراني على قراءة الصحف اللبنانية الصادرة اليوم أبرز ما لفت نظرك في هذه الصحف اللبنانية أستاذ رشاد سلامة يعني تقريبا كل العنوين طبعا اليوم حصريا يعني سوريا ولكن أكتر شي لفتني هو تصريح الرئيس الفرنسي هولند وقاتل بيقول أنه على لبنان عدم الانزلاق إلى أوضاع ضد مصلحته كان هنا عم بيرجع يحكي عن تحييد لبنان هذا الأمر يلي هو نائب النفس نائب النفس هذا الشعار يلي ما له ترجمة على الإطلاق نحن نعرف أنه لبنان بالنسبة لسوريا من حين ما بلش يتمحنيت سوريا لبنان مقصوم قسمين وبشكل حاد جدا قصم مع ما يسمى بالثورة وقصم مع الدولة السورية والجيش العربي السوري والمؤسسات فلبنان من وقتها من قصم هلأ بتقولولنا أنه لازم نكون محايدين تجاه سوريا أنا بعرف أنه هذا الكلام يعني شيء واحد سنعرف أنه في دور للمقاومة في سوريا وهذا دور سماحة السيد الصلاة عرف فيه وحدده وقال شو طبيعته وحكي عنه بشكل واضح جدا وبمنتهى الشفافية الرئيس الفرنسي بيقول عدم الانزلاق أنت شو ضامن؟ عم تحكي عن لبنان أنت ضامن عدم انزلاق الحرب اتجاه الأردن باتجاه دول الخليج بدي أقول هذا الكلام بدون ما أتمنى يعني أنت ضامن أنه بعدين الحرب أنه الحرب رح بتضلى محصورة بينك وبين الأمريكان وبين حلفائك من العربان لا وتصديقا لكلامك أستاذ رشاد يعني ما ورد في الأخبار قالك أمني من الفوضى في الداخل اللبناني وما يحضر للداخل اللبناني خلال العدوان إذا ما تم العدوان على سوريا على وقع العدوان الأمريكي في لبنان عم بتذكريني بشيء يمكن ضروري أنه نرجع للذكة أول زيارة رسمية لغبطة البطك الراعي لفرنسا وقت الحكيوه أنه في شيء بده يتغير بسوريا سأل سؤال واحد بتكون تقولولي من هو البديل بس تقوله من هو البديل بادر أخذوا عطي أنا وياكم بس إذا كان البديل جماعات تكفيرية وجماعات إرهابية والقاعدة كما حصل في ليبيا ومشتقاتها مأكد لا ويوم أصار فيه هجوم لبنانيا وغير لبنانيا بس بالداخل اللبناني هجوم شرس على غبطة البطرك بسبب هذا السؤال ما هي أنا رجعنا لهذا الموضوع بالذات أنه عدم الانزلاق وما بعرف شوه القصة أنه ما عد فيه شعار النائب النفس هو شعار ساقط هو شعار إذا بدك إنشائي شيء من الشعر ولكن منه واقعي أبدا منعرف الواقع اللبناني كيف هو تجاه سوريا في خندقين مش بس خندق سياسي وخندق أكتر من سياسي كمانا يلي اتدخل بسوريا بالأول يعني ما تفخزيني أنا مكلف يعني أنا بعرف شغلي أنه قصة الحليب والبطنيات للولاد وكذا وإلى آخر هيدي أبدا ما حدا يصدق وهيدي قبل تدخل حزب الله لو في تدخل سابق لهذا تدخل من بعض النواب في غيار المستقبل يعني في عكار طبعا هودي هودي قبل البطنيات والحليب طبعا نعم نحكي عن كيف لبنان أنه ما ممكن هذا الشعار هو شعار غير واقع على الإطلاق وهلأ بيقولولك تحييد لبنان مين طالع بإيده يحييد لبنان إذا كان الأمور خرجت عن السيطرة وهذا احتمال وارد شو بعود بحييد لبنان ومش بس لبنان قلت أنا لبنان لا المنطقة والأردن خليها نحكي شوية عن تركيا المتحمسي كتير هلأ حنحكي خلينا نقرأ بس عنوين تركيا وبعض الصحف المترجم سأتم نحكي عن تركيا بشكل مستنع بأن الرئيس الفرنسي هولاند بيخلينا كل يوم نترحم آلاف المرات على رئيس فرنسي عظيم اسمه دي جول شارل دي جول حرام فرنسا أنه من دي جول لنس شخصيتهم هي بها المستوى هذي ما بدي أقول مستوى هذي بس أنه في فرق كتير في فرق كتير بالإضافة إلى كما تصفه بعض الصحافة الفرنسية الاجتياح القطر لفرنسا هذه سابقة لم تحصل في السابقة تسليح؟ لا اجتياح المالي وشراء الأراضي وشراء الأماغ طبعا وما تستبع ما تستبع أبدا بوقت للعوات أنك تشوف في ليحة طويلة عريضة من العربان يلي تمولوا ويلي أخذوا مواقف بناء على السخاء شراء الضمائر يلي قامت في الدولة القطرية من جهة تاني رؤسة ووزراء ومسؤولين غربيين وغير غربيين أيضا كلهم تلوتوا بالعملية الرشوة وشراء الضمائر سوف نتبع هذا الحقيق بوقت رح بنشوف جدوى رح نشوف جدوى يعني منذ زمن بعيد موجود الأموال الخليجية في أوروبا وفي فرنسا تحديدا ولكن لم يكن أحد يتجرأ على التدخل بالسياسة الفرنسية بلش الحديث بالعلن عن هالموضوع هذا من أيام الرئيس ساركوزي بالضبط صح دعنا نتابع ما كتبته اليوم الصحافة التركية اتجاهات الرأي العام التركي في السنتين الأخيرتين تشير إلى ارتفاع نسبة المعارضين لمشاركة تركيا في الحرب على سوريا لماذا وما الهدف من بناء تركيا لقاعدة عسكرية جديدة قبالة الساحل السوري والمصادر الاستخباراتية الأمريكية ترى أن إسقاط الأسد سفيقوي جبهة النصرى وتنظيم القاعدة إلى إقراء تركيا والتفاصيل مليات الشعب التركي لا يريد الحرب يتقدم حزب العدالة والتنمية الصفوفة بكونه بطل العالم في مطالبته بشن حرب على سوريا وإنهاء نظام الأسد خلال يومين لكن اتجاهات الرأي العام التركي في السنتين الأخيرتين تشير إلى ارتفاع المعارضين لمشاركة تركيا في الحرب على سوريا يريد أردغان من الحرب أن يخرج من مأزقه السياسي لكن هناك مخاطرتان الأولى أندى ضمانة للخروج من المأزق بالحرب واحتمال رد سوريا بالمثل والثانية أنها ستكون سبباً لتدهور الاقتصاد ما سيحمل نتائج سيئة لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية العام المقبل جمهوريات قاعدة عسكرية جديدة بمواجهة سوريا بدأت تركيا ببناء قاعدة عسكرية جديدة في قمة جبل كلداغ بقضاء جيلان بنار قبالة الساحل السوري وقد بدأ التفكير بإنشاء القاعدة بعد إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية في العام الماضي وحسم الأمر بعد تفجيري الريحانية قبل أشهر ومقتل 53 شخصاً وستتألف القاعدة من محطة رادارات وأنظمة صاروخية تكفل مراقبة الحدود البرية والبحرية على مدار الساعة حريات الحرب الفعلية لتركيا تولغا تانيش تعودت تركيا على الوقوف متناقضة مع سوريا لكن الحرب الفعلية المقبلة ستكون في العام 2014 بمساندة تنظيم القاعدة المصادر الاستخبارية الأمريكية ترى أن إسقاط الأسد سوف يقوي جبهة النصر والقاعدة واليوم لا ترى واشنطن حاجة كبيرة للدور التركي العسكري ضد الأسد لكن الحاجة الفعلية لقاعدة إنجرليك وتركيا ستبدأ العام المقبل على غرار اليمن وباكستان باستخدام طائرات من دون طير لكن المفاجأة الكبرى ستكون في احتمال بقاء الأسد إلى حين بدء الحرب ضد القاعدة وأن يكون الأسد جزءا منها أستاذ رشاد قبل أن نبدأ في مناقشة بعض عنوين تركي يعني وهي بطبيعة الحال سوف نتوصل إلى ذلك ولكن دعني أسألك فقط شيء داخل لبناني تقول السفير بأن الرئيس ميشيل سليمان مضطر بعد أقل من أسبوعين إلى ذهب إلى الأمم المتحدة من دون حكومة هذه المرة وتقول الصحيفة أما تطير مشروع الحكومة الجديدة فله صاحب حصري وحيد اسمه رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان والسبب هو اقتناعه بحتمية الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا وما سينتج عنها من تداعيات على كل المنطقة بما فيها لبنان أنا أنا ما بدي فوت بسجال حول حول دور عم بيقوم فيه الأمير بندر ولكن كثرة ما هذا تبع للنائب النفس هذا يعني تبع للنائب النفس كثرة ما قرأت وسمعت عن دور للأمير بندر بلاش تقول لحيالي أنه متما بيقولوا ما في دخان بدون نار هلأ تأثير الدور السعودي وبصورة خاصة تأثير الأمير بندر في الوضع الداخلي اللبناني أصبح أصبح معروف يعني هون ما نبي حاجة لأجهزة أمنية مشال لحتى لتخبرنا عن طبيعة هذا التأثير وعن شو بيريد السمو الأمير بندر لا ما عم نحكي هون عن المملكة العربية السعودية عم نحكي عن الأمير بندر ودوره وهناك تيارات طبعا وقصة التأليف الحكومة إذا بتتألف أين تتألف نحن عم نقش حالة انتظارية بكل معنى الكلمة بس بيظهر أنه في قرار متخذ على مستوى الأمير بندر كان بالأول نفهم منه أنه أي حكومة ما لازم يكون فيه حزب الله شريك فيها هو معارض ثانيا أنه هو معارض طبعا لألي حكومة بالداخل كذلك يعني الموالين لهذا السياسي هاي دي أنه التلت الضامن أنه هؤلاء شغلتين أصبحوا من المحظورات قصة أنه حكومة بلبنان حكومة سياسية هناك أيضا البيان الوزاري يعني إشكالية حول البيان الوزاري ليس فقط تشكيل السلسل الضامن أو بدون السلسل الضامن هناك شغلة سخيفة جدا عم بتنحكى عن البيان الوزاري شعب والجيش والمقاومة عرض المقاومة منا بحاجة لكلمة إذا كان نقالت بتنوجد المقاومة إذا ما نقالت بتروح المقاومة إنه إذا إلنا شعب وجيش ومقاومة ومقاومة بتكون المقاومة موجودة وإذا كان ما تحطت هذه الصيغة يلي سمينيها بالأول الثلوث الذعب إذا بديك إنه إذا طارت هالكلمة ما أتمعت فيه المقاومة أنا رأيي شخصي ويمكن نصيحة ودية لقادة المقاومة إذا الأمر وقف على هالكلمة هذه أنتو وجودكم مش واقف على أنه هالكلمة هذه بتدعطها أو ما بتدعطها لألكم ولكن بدي لكن تشعر أنه هناك يعني فيه شيء ما مؤامرة يعني تحاكم من الداخل والخارج على المقاومة الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب ثم هنا لا يتم الاعتراف بالمقاومة يعني هذه أحد التطويقات وتبعا لخمس أيار قرارات خمس أيار تبدأني أذهب إلى تركيا كنت أود الحديث عن الدور التركي ولماذا هذه الاستماتة للحكومة التركية في المشاركة في أي عضوان يشن على سوريا وفي تمهيد له واستجلاب الخارج كنت سمحيلي بس كافي شغلي بالسياف كنا في الوضع اللبناني تفضل كنا عم نحكي عنه بيقولولك حكومة على أساس أعلان بعبدة أعلان بعبدة هو شغلي سخيفي جدا هو فرض إنشاء على مستوى تلميز بروفين في فقرتين وحدة اسم تحييد لبنان وهذا شيء غير واقعي وشغلي تاني نشر الجيش على طول الحدود اللبنانية السورية بقيت ما بقى كله إنشاء ومناشدات وحكي بل طعمي وغلطة فضيعة خلونا يعرفوا يلي هلأ بيعتبروا أنه وشهد إنجاز العظيم العبقري أنه أعلان بعبدة يلي ما نعاد بين دول متخاصمة نعاد بين ناس كلهم اللبنانيين أنه طلبوا تسجيله لدى الأمان العام لجمع الدول العربية والأمان العام للأمم المتحدة ملتقى واحد يفهم نتفت قانون حتى يقول الوقت يعدوا لبنانيين مع بعضهم ما بيقدروا يعملوا شي يطلبوا من جامعة الدول العربية يقدروا تسجلوا بالأمان العام هذا مثل الإثبات الأموليكية أسخف عمل والعمل التافه جدا ويلي هو برجع بقول فرض إنشاء بمستوى صف بروفي وما بدي هنا ما بدي هنا صف بروفي وهذا اللي اسمه أهلان بعبدة يلي حاملينه وبقولولك الميان الوزاري جاهزه هذا لازم يكون مستند على سؤالك بسرعة أنا اللي بقدره هلأ بتركيا شفنا أربع أربع وسائل أعلام أو جرائد الجمهورية حريات ومليات أنا بدي حي الحرية الإعلامية اللي بيتمتعوا فيها والجرأة اللي بيتمتعوا فيها أو دي يمكن هذا بعد الشيء الوحيد الإيجابي اللي أردوغان ما اعتدى عليه أما قصة علمان الدولة الدولة التركية الدولة أوتاتورك لأ من زمان بلشت تخلص وأردوغان مكفي مكفي بها المشروع اللي بدي أقوله بسبب بموضوع تركيا أردوغان هو أول من قال أنه إذا كان حلف الناتو أخذ أرار بهجوم عسكري على سوريا أنا كعضو الناتو مجبور أن يكون ضمن هذا اليوم هو أكثر المتحمسين مشان أنه العدوان يتم على سوريا هو يعني حد هولند وحد هودد وحد القطر وحد عصابة الأشرار اللي سميتهم هيكي أنا يلي ناويين عم بيعدوا العدد للهجوم على سوريا ما حدا يستغرب أنه يكون تركيا سواء بقواعدها أو بدورها يلي عم بتقول أمريكا أنه مش ضروري كتير يعني مش أنه عمر لا يستغنى عنه ولكن تركيا متحمسة جدا وعم تركض قدام الكل يعني حاب أن تسبق الكل هذا يمكن نتيجة أنه ما ننسى طبيعة الحزب تبع أردوغان اللي هو إخواني بطبيعته وعم نشوف قصة أخواني الأنظمة العربية إلى وين عم توصل يعني يبدو أنها توقفت في مصر ربما تتوقف في باقي المناطق التي شهدت هذه الحالة على كل حال الأستاذ رشاد سلامي النائب السابق الأول لرئيس حزب الكتائب اللبنانية شكرا جزيلا على حضورك ومشاركتك وكل المعلومات التي أفتنا بها أنا بشكركم وبشكر الميادين أهلا وسهلا الشاشة المفضلة عند عدد كبير من الملايين تسلام ولكم مشاهدي الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح القد اشتركوا في القناة